التدخل الروسي في سوريا بدأ منذ عام 2015 لكن الجديد في القصة خروج منظمات حقوقية روسية غير حكومية عن صمتها لأول مرة منذ بدء هذا التدخل منظمات Human Rights Center Memorial ويورت Human Rights Movement ولجنة المساعدة المدنية وأمهات جنود سانت باترسبرغ الروسية تصدر بيانا مشتركا حول انتهاكات روسيا في سوريا التقرير عنونا بعقد من الويلات وذلك في الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية التقرير أعد من قبل حقوقيين روس وثق الانتهاكات في سوريا وأجرى مقابلات مع أكثر من 150 شاهدا وناجيا سوريا من انتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا وتمكن معدوه من إجراء هذه المقابلات في لبنان والأردن وتركيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وروسيا ولكن لم يتمكنوا من الوصول إلى داخل سوريا وثق التقرير لاعتقالات التعسفية في سوريا والتعذيب داخل مراكز الاعتقال التابعة للنظام وحالات الإخفاء القسري كما وثق استخدام قوات نظام البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية ضد المدنيين وقصف وتدمير المراكز الطبية يهدف هذا التقرير إلى تقديم وثيقة تحليلية للجمهور الروسي بشكل عام إذ لا يعرف المجتمع الروسي بمن في ذلك مؤلف التقرير في بادي الأمر إلا القليل عن الوضع في سوريا ويتلقى حتى الآن معلوماته من وسائل الإعلام الحكومية التي تصور على أن الوضع المعاناة في سوريا هي نتاج أعمال إرهابية وأعمال الفصائل وتلتزم الصمتة حيال انتهاكات نظام وذلك جاء على لسان مؤلفه التقرير